اشتركوا في القناة عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وتجسد حرص جلالته على تقديم كامل الرعاية والدعم للرياضة البحرينية في المحافل العالمية وعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورؤى سموه بالمتابعة والاهتمام بالرياضة بشكل عام وبالمشاركات البحرينية الخارجية بشكل خاص وبار كاسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى متسابقة فريق البحرين فيكتوريس 13 النجمة الفرنسية كاسندرا بوغراند التي حققت انتصارا مستحقا في جولة كالياري بإيطاليا التي تعتبر سلسلة بطولات العالم للترايثلون 2024 بحصولها على المركز الأول بجدارة واستحقاق حيث أن البطولة تعتبر دور أبطال العالم للمحترفين لرياضة الترايثلون للمسافة الأولمبية هذا وتغلبت كاسندرا بوغراند على قائمة تضم نخبة من أقوى الرياضيات في هذه اللعبة وفازت كاسندرا على منافستها على الميدالية الذهبية الأولمبية بيث بوتر من بريطانيا لتتمكن من الحصول على دفعة كبيرة من الثقة في آخر حدث يقام على المسافة الأولمبية قبل أولمبيات باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة